تحية طيب أعزان المشاهدين من مهام علم التاريخ تفند الأسطورة بالبحث في أصل نشوئها ووظيفتها وبكتابة تاريخ الوقائع في مقابلها ومعرفة الحقيقة كما كانت دون ادعائها فكيف بمن صنعوا التاريخ وكانوا شهودا على أحداثه وشخوصه ومواقفه الوطنية المشرفة انفضحت وما تزال تنفضح دعاوى ومزاعم المبطلين الذين اكتشفوا فجأة أنهم كانوا يقاومون الاحتلال وأنهم لا يتخادمون مع أجنداته ومصالحه في العراق والمنطقة بصفة عامة وكأن الناس بلا ذاكرة وعليهم أن ينسوا أن المالك والعامري وسواهم كانوا مع الأمريكان كتفا أو كتفا لكتف في لقاء أخير لحسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني على إحدى القنوات الإيرانية حاول سرقة جهود المقاومة العراقية الحقيقية ونسبها للميليشيات الطائفية التي تسمي نفسها الفصائل الإسلامية والتي تعاونت بطبيعة الحال مع الاحتلال الأمريكي ضد المقاومة العراقية بل نسب زورا انتصار المقاومة العراقية وإجبارها الاحتلال الأمريكية على الانسحاب من العراق إلى مقاومة سليماني الوهمية في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور مثنى حارث أداري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق نضع النقاط على الحروف ونسلط الأضواء على الحقائق فأهلا وسهلا بكم وأهلا بك دكتور مثنى معنا في هذا اللقاء أهلا ومرحبا حياك الله أخي العزيز وحيا الله مشاهدي قناة الرافدين حياكم الله دكتور قبل أن نبدأ مباشرة في الحديث والرد على بعض المزاعم التي وردت في حديث نصر الله في لقائه الأخير اسمح لنا أن نسألكم عن أهم ملامح المقاومة العراقية في فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي إلى بدء العملية السياسية في العراق بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا بد لنا أن ندخل من هذا المدخل وهي مميزات المقاومة العراقية نعم المقاومة العراقية انطلقت مباشرة بعد الاحتلال ولم يكن هناك أي فاصل زمني أو انتظار أو تريث أو ترقب للأحداث حتى تنطلق هذه المقاومة فكانت هذه الميزة الأولى للمقاومة العراقية التي امتازت بها عن كثير من حركات التحرر والمقاومة في العالم فلا يوجد فاصل زمني بين الاحتلال وبين بدء العمل المسلح لأن العملية السياسية تأخرت قليلا ولذلك أيضا السؤال قد يكون فيه بعض التعديل حتى بدء العملية السياسية العملية السياسية بدأت للاحتلال بعد الاحتلال مباشرة مجرد ما أنهى المشروع العسكري الخطوات الأولى بدأ المشروع السياسي فالميزة الأولى أن المقاومة لم تنتظر أحدا لم تنتظر تجربة عملية سياسية فاشلة وإنما شرعت في المقاومة مباشرة النقطة الثانية من ميزات المقاومة العراقية عدم وجود ظهير سياسي لأنها سبقت كل القوى السياسية في إبداء رأيها وفي التصدي للاحتلال ثم تكونت بعد ذلك قوى سياسية دخلت في العملية السياسية أو بقت خارج العملية السياسية لتوفر الغطاء للمقاومة العراقية وتدعمها الميزة الثالثة عدم وجود سند خارجي للمقاومة كما هو الحال في المقاومات في العالم في تاريخ المقاومة في العالم لأن الاستقطاب الذي كان موجودا بين الاتحاد السوفيتي ومثل الولايات المتحدة الأمريكية ما كان موجودا في ساعتها فالمقاومة العراقية انطلقت في زمن القطب الأوحد فضلا عن ذلك أن دول إقليمية مجاورة للعراق كانت تدعم الاحتلال وبالتحديد النظام الإيراني والدول العربية والإسلامية المجاورة ما كانت متناغمة مع حركة المقاومة بل كانت متناغمة إلى حد ما وعلى مستويات مختلفة مع الاحتلال ففقدت المقاومة الظهير الإقليمي والظهير الدولي ونقطة أخرى وهي نقطة مهمة أن المقاومة العراقية ضربت رقما قياسيا في معدل العمليات الموجهة لقوات الاحتلال وفي إحصائيات أمريكية معتمدة سواء كانت عن طريق جمعية المحاربين القدامى أو مراكز دراسات أمريكية أنه حتى عام 2008 كان معدل العمليات أو عدد العمليات 164 ألف عملية مسجلة ضد قوات الاحتلال بما يعادل 80 إلى 100 عملية في اليوم الواحد وهذه حركة مقاومة ووتيرة متصاعدة لن تشهد حركة مقاومة سابقة وميزة أخرى وهي أخيرة لأن الميزات كثيرة أن المقاومة العراقية منذ البداية تأسست على وفق فصائل كبيرة خمسة أو ستة وهذه الفصائل لها قواطع عملية في المحافظات بمعنى أنها قضت على حالة العشوائية ولم تكن مناطقية أو محلية فلم تكثر فيها الأسماء وهذا سهل عليها تسجيل انتصارات كبيرة جدا في السنوات الأولى للاحتلال هذه أبرز ميزات المقاومة وقد كتب عن هذا الموضوع الكثير دعنا دكتور مثنى لو سمحت قبل أن ننتقل إلى السؤال عن خريطة المقاومة على الأرض العراقية والتي كانت بطبيعة الحال متفاوتة ليست على نحو واحد أن نشاهد سويا هذا الفيديو ثم نعود للنقاش استوقعت أن يكون هناك موقف من الحوزة شبيه بالموقف الذي وقفته مع الاحتلال البريطاني الآن هناك موقف محايد من القوات الأمريكية لماذا؟ ما هو الفرق بين قوات الاحتلال البريطاني في القرن الماضي والقوات الأمريكية في مطلع هذا يعني هناك تقول معادي وهناك محايد يعني محايد يعني لا مع ولا ضد ما هو الفرق بينهم يعني أولا صدام ما كان ما خلصوهم من صدام حتى يكونوا الموقف محايد في حينها يعني والشغل الثاني والأهم لعله الفقهاء افتو بمجابهتهم في حينها أما الآن فقهاء ماكو أصلا في حال بقاء القوات الأمريكية في العراق ماذا سيكون موقفكم منها؟ نعم ما عادي موقفشي أصلا ما العلاق سواء البقاء وطلع إنما هذا يرجع إلى فتوى الحاكم الشرعي ولا الاستحاكم الشرعي ألا توجد فتوى للحاكم الشرعي بخصوص القوات الأمريكية؟ خب أكو فتوى بعدم الجهات خب طبعا هذا موجود مع عدم إمكانه كذا وكذا يفقط الجهات بل يحروم يعني الآن موقف الحاكم الشرعي من وجود القوات الأمريكية الذي تفتون به للناس ما هو بالضبط؟ كيف يتعاملون معها؟ كل عدو كبير لا يمكن مقاومة وقف عنها سواء كانت تحارف أو غيره يعني التعامل معه وعدم التعاون ممكن أن نصفها بهذا الوصف؟ لا سلبي ولا إيجابي دكتور يعني شهدت أو استمعت إلى هذا الفيديو إذا كان ثمت التعليق أولا قبل أن نعود إلى السؤال الثاني حول خارطة العمل المقاوم في العراق نعم هذا الفيديو يكشف بكل وضوح وبكل صراحة حقيقة الموقف موقف القوى الطائفية والأحزاب الميليشيوية التي تدعي أنها مقاومة إسلامية التي ينسب إليها حسن نصر الله الفضل في مقاومة الاحتلال هذا هو مقتدى الصدر الذي قد يكون هو يعني أكثر هذه الميليشيات أو القوى السياسية شبهة في موضوع المقاومة لأنه قاتل في النجف وفي الكوفة في عام 2004 دفاعا عن التيار الصدري بعد إغلاق صحيفة الحوزة الناطقة فجرت معركة بينه بين قوات الاحتلال للدفاع عن النفس ثم بعد ذلك انخرط في العملية السياسية فإذا كان هناك شبهة لمقاومة فها هو من يقال بأنه قاوم الاحتلال الأمريكي في وقتها يقول بأن الموقف لا سلبي ولا إيجابي وهناك فتوى من المرجعية بحرمة القتال ويرجع الأمر إلى قضية مصلحية إذا كان العدو كبيرا لا أقاتله فتنتفي المعاني المبدئية والشرعية والأحكام الشرعية وأيضا يقول بأنه النظرة كانت يتخليص من صدام فإذا بما أن العدو خلصه من صدام فمن باب رد الجميل له عدم مقاومته ومشاهد دخول القوات الأمريكية قوات الاحتلال إلى مدينة النجف وصور كثيرة والفيديوهات شاهدة على مقاله أما المواقف السياسية المبنية على هذه الفتاوى أو السكوت فكثيرة هنا فقط ملاحظة إذا كان حسن نصر الله يقول بأن هناك مقاومة إسلامية يقودها سليماني أو ينظمها سليماني في العراق فأقول له لماذا لم تقف هذه المقاومة الإسلامية مع مقتدى الصدر في عام 2004 بعد معركة الفلوجة عندما قاتل قوات الاحتلال الأمريكي أو دافع عن نفسي أمام قوات الاحتلال الأمريكي أليس هو أولى بذلك؟ ثم أسأل حسن نصر الله أقول له السيد مقتدى الصدر هو قريبك وبينكما صلة معروفة فلماذا لم تقف معه في تلك الساعة؟ وإذا كان قريبك يقول لا توجد مقاومة الاحتلال منهم أي من هذه الأحزاب الطائفية فمن أين أتى لنا حسن نصر الله الآن بشبهة المقاومة التي يضفيها على سليماني وعلى غيره؟ سنأتي للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل دكتور لكن كنت قد طرحت سؤالا حول المقاومة العراقية وكيف كانت في المناطق والمدن العراقية المختلفة لم تكن على نحو واحد وعلى صعيد واحد من ناحية التأثير ربما والفعالية هل لنا أن نعرف كيف كانت خارطة المقاومة في ذلك الوقت؟ نعم كل من يريد أن يعرف خارطة المقاومة عليه أن يعي أولا من كان مستعدا لمقاومة الاحتلال قبل وقوع الاحتلال كل الوثائق الموجودة الآن تدل على أنه شباب المساجد وضباط الجيش العراقي السابق اقتدوا بعلمائهم في الخارج والداخل الذين أصدروا فتاوى شرعية بوجوب التصدي للاحتلال فإذا هناك فتوى شرعية أصدرتها رابطة علماء العراقيين في الخارج والتي أغلب أعضاء بعد ذلك أصبحوا أعضاء في هيئة علماء المسلمين في العراق توجب على العراقيين مقاومة الاحتلال وكذلك فتوى لمفت العراق لشيخنا جميعنا الشيخ عبد الكلمين المدرس رحمه الله في هذا السياق بل اضطر حتى في وقتها بعض المراجع في النجف وكربلا إلى مسايرة الخط العام في هذا الاتجاه فإذن في ذلك التوقيت كانت هناك فتاوى واستعداد واللقاءات للتحضير للتصدي للاحتلال في المقابل كانت هذه الأحزاب التي احتلت العراق بعد ذلك وجاءت خلف الاحتلال الأمريكي تسند هذا الاحتلال بكل ما تستطيع وتخذل بالعراقيين بكل ما تستطيع مثال على ذلك المهندس في وقته أين كان أبو مهد المهندس كان في استيديوهات قناة العالم في طهران يتابع تقدم قوات الاحتلال من الجنوب إلى بغداد ويشرحها على خريطة معلقة للجدار فهو محل العسكري يبشر بقرب سقوط واحتلال بغداد فأين كان عن المقاومة إذا كان هو مقاوم لما لم ينظم المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي الذي هو عدوه كما يقول وثم نشبت بعد ذلك بينهم الخلافات هذا أولا ثانيا كل الوثائق والدراسات والواقع يقول بأن خريطة المقاومة العراقية خريطة واسعة جدا وقد كتبت دراسات عديدة في هذا المجال في الأشهر الأولى بل عقد مؤتمر موسع من قبل مركز دراسات الوحدة العربية في عام 2004 في بيروت خصيصا عن المقاومة العراقية وصدرت أعماله في كتاب ضخم قرابة 700 صفحة بعد معركة الفلوجة الأولى مباشرة تعرضت فيه البحوث للخارطة التفصيلية لفصال المقاومة المدن التي تقاوم فيها طرق المقاومة شهداء المقاومة وقد حضرت هذا المؤتمر وشاركت ببحث تحدثت فيه عن هذا الموضوع تفصيلا بل طرحت سؤال أيضا في هذا البحث أين هي مقاومة واعذروني على هذا التعبير أين هي المقاومة الشيعية وقد جوبهت بهذا السؤال من قبل كثير من من حضروا هذا المؤتمر لأن الخارطة كانت واضحة في مناطق الوسط والغرب والشمال الغربي والشرق والشمال الشرقي وجنوب بغداد أو محيط بغداد فضلا عن البصرة وعملياتنا هناك في محافظات أخرى فالخارطة واضحة وظاهرة ثم أن أحد الباحثين من من كان معنا أستاذ في كلية العالم السياسية من بغداد قدم بحث أخذ عينة من شهداء معركة الفلوجة الأولى وتوصل إلى النسبة ما يقال أنهم ليسوا مقاتلين عراقيين وأنهم مجاهدين عرب وأجانبين إلى 2.5% فقط ردا على مزاعم قيادة الاحتلال الأمريكي في ذلك الوقت وهكذا بحوث قليلة واقعية ميدانية ولكن غالب البحوث التي قربت من الأربعين كانت تتحدث عن المقاومة وتفصيلاتها بحيث أوقعت كثيرا ممن كانوا يدعون المقاومة في حرج فالخارطة التفصيلية سميت بعد ذلك من قبلهم نفسهم أحزاب الميليشيات الآن سموا مناطق المثلث السني وسموا مناطق المثلث الموت وسموا مناطق طريق الموت جنوب بغداد لماذا يسمونها هكذا لأنه لم يكن لهم وجود فيها وهنا أعيد وأذكر بما قاله هادي العامري شاكيا للأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق رحمه الله شيخ حارث الضار في مؤتمر الوفاق الوطني أو الوفاق العراقي في القاهرة عام 2005 قال له يا شيخ ثلث مئة من مقاتلي فيلق بدر قتلوا على يد المقاومة طيب أين كانت مقاومة بدر ومقاومة حزب الدعوة ومقاومة التيار الصدري ومقاومة المهندس وسليماني والمجموعات التي انشقت بعد ذلك وتسمت بأسماء القرى فإذن الخارطة التفصيلية واضحة وظاهرة وأخيرا أختم إحصاءات الجيش الأمريكي تعطي أرقام محددة عن عدد القتل ومواقع الكترونية موجودة لأن معروفة يستطيع أي إنسان يدخل إليها في كل محافظة بالأعداد وأعلى محافظة طبعا كما تعرفون كانت الأنبار تليها محافظات أخرى ولكن كلها في المنطقة التي يسميها أصحاب العملية السياسية المناطق الساخنة المناطق السنية المناطق الغربية المناطق الإرهاب فهذه خريطة وواقع وهنا فقط مثال هذا كتاب عن المقاومة العراقية وأمريكا كتب من وقت مبكر من قبل الأستاذ ويد الزبيدي ينقل فيه شهادات صحفي المعروف البريطاني روبرت فيسك الذي كان في العراق في وقتها وكتب كتابا عن خريطة المقاومة وتفاصيلها وما إلى ذلك فضلا عن ويتني وغيرهم الكتاب الأمريكان وهي شهادات موثقة وهنا أختم عذرا بهذا الكتاب كوبرا 2 اللي هو عنوان التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتلاله هذا فقط الكتاب الضخم يتحدث عن المعركة البرية في العراق قبل الوصول لبغداد وحجم كبير جدا وفيه كثير من الحقائق التي تفضح كذب هؤلاء وهذا كتب وأشرف عليه مؤرخ الجيش الأمريكي في وقتها فإذا وقاء الحال وخريطة العمليات وتفاصيل كثيرة لا يمكن بحسن نصر الله وغيرها يغطيها كلها وقاءة عنيدة لا يمكن تغطيتها كما تفضلتم ولكن في المقابل نتابع ماذا أو كيف كان قادة أنذاك يتعاملون مع العدو الأمريكي وماذا يعني لهم سقوط قتل من جنود الاحتلال فالمتابع أتقدم بشكر الجزيل للسيد الرئيس على اهتمامه وأتقدم بشكر الجزيل أيضا للسادة أعضاء الكونغرس الذين حضروا معنا في هذه القاعدة وبشكر الجزيل لأبناء القوات المسلحة وعوائلهم الذين يحضرون هنا معنا في هذا الاحتفال أنا إذ أقف أمامكم اليوم أحييكم إنما أقدر ما أقدمتم عليه وما أنجزتمون أنا أقدر بأن رفاقكم الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وأريقت على أرض العراق لن يساهل العراقيون ونحن سعداء لأننا شركاء في هذه المهمة المقدسة هي مهمة مكافحة الإرهاب وتأسيس وتشهيل الديمقراطية مرة أخرى باسمي وباسم الشعب العراقي أتقدم لكم بالشكر الجزيل وللذين خسروا وضحوا بأبنائهم نتعاطف معهم ونتمنى لهم أن يكونوا فعلا قد تجاوزوا هذه الخسارة وأن يعوضهم بما يخفف عنهم من معاناة فقدان الأحبة والأعزاء ترجمة نانسي قنقر إذن زيارة قبور القتلى من الجنود الأمريكان ووضع أكالي للزهور دكتور ألا تعتقد أن مواقف تلك الميليشيات الطائفية التي تسمي نفسها اليوم الفصائل فصائل المقاومة الإسلامية من الاحتلال الأمريكي تؤكد أنها تعاني من تناقض صارخ فبينما هي التي استعانت به وساعدته لدخول بغداد واحتلالها وتحالفت معه من أجل محاربة داعش هي ذاتها التي تدعي أنها قاومته وما تزال تقاومه حتى اليوم نعم هو من ناحية الشرعية ومن ناحية المبدئية ومن ناحية الأخلاقية هو تناقض صريح ولكن القوم لا ينظرون إليه هكذا ينظرون إليه على أنه فرصة ينبغي أن تستغل فضلا عن تبريره شرعيا لأن منظومة العدو مختلفة عندهم العدو الأول والعدو الثاني وما إلى ذلك وقد شاهدنا الفيديو لمقتد الصدر وكيف تحدث عن هذا الموضوع أنا أقول بأن هذا الفيديو المالكي عندما شكر الإدارة الأمريكية على احتلالها للعراق وعلى تضحيات جنودها ودمائهم وتعاطف مع عوائل القتلى وزار المقبرة وما إلى ذلك هذا يكفي يعني أستطيع الآن أن أقول شكرا لكم ما بقي من اللقاء لا يجدي لأن هذا الفيديو لوحده يعني يكاد يكون جوابا قاطعا لكن هنا أؤكد على أن ما فعله المالكي دليل واضح وصريح على أنهم كانوا يخوضون معركة ضد المقاوة العراقية التي يسمونها إرهاب وإلا كيف يمكن للمالكي أن يشكر الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي على احتلال العراق وعلى الدماء التي قدموها طيب إذا كانت المقاومة الإسلامية بقيادة سليماني وتوجيه المهندس إذن من قتل هؤلاء هو سليماني والمهندس فكيف يسمح المهندس وسليماني وإيران للمالكي أن يزدري بجهود المقاومة الإسلامية هكذا ويمتدح المحتل والدماء التي سقطت على أرض العراق للدفاع عن العراق كما يرى هو فهذا التناقض حقيقة ممكن يكون عند إنسان عاقل عند إنسان سوي عند إنسان ينظر برؤية عامة أما عند هذه المجموعة فهي لا تنظر هكذا وإنما تنظر من زاوية محددة تحددها أبعاد تاريخية وطائفية وعقائدية وما إلى ذلك لذلك يرى كل هذه الأمور مبررة لأن المعركة ليست مع الاحتلال الأمريكي لأنه هو الذي طالب بالاحتلال هو الذي دعا إلى احتلال العراق هو الذي دعا إلى أن تدخل القوات المحتلة إلى العراق للتغيير النظام السابق لأن المشكلة كانت مع النظام السابق وليست مع الاحتلال الأمريكي وهنا أقول كما يقولون إذا كنت كاذبا أو كذابا أو تنقله كذبا نتوسع شيئا بالعبارة فكن ذكورا فأين يذهب حسن نصر الله من هذا الكلام للمالكي ومن كلام مقتدى الصدر ومن كلام غيره ومن هذه الوقاعة أم هي محاولة يظن أنها ستنفع في سرقة تاريخ المقاومة العراقية كما نفعت مع كثير للأسف من السدج سرق المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية التي كانت في جنوب لبنان من اللبنانيين والفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني نعم ثم بعد ذلك سرق جهود حركة أمل وخرج من رحم حركة أمل في الثمانينات وأسس حزب الله في ذلك الوقت ليستولي على ميراف المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان ويمنع الفصائل الإسلامية والوطنية من غير التابعين لحزب الله من مقاومة الاحتلال في جنوب لبنان هكذا يصادر المقاومة يريد أيضا أن يصادر المقاومة في العراق ولكن تعوزه الوثائق تعوزه الشواهد وتدحضه وتقف أمامه هذا الذل والخدلان والأقولها بكل وضوح وبكل صراحة التعاون مع الاحتلال وليس التعامل التعاون على مبدأ الجبهة الواحدة والعدو الواحد والحماية الواحدة من الطائرات والقتال من أجل هدف واحد اللي يمكن أن تسمى في أدبيات المقاومة في أدبيات حسن نصر الله تسمى بالعمال دكتور دعنا نشاهد هذا الفيديو أيضا وهو فيديو مهم لموفق الربيع ثم نعود للنقاش ومراجعنا قال لنا أنه المراجع اللي احنا نقلدهم قال لنا أنه تطلعون المحتل وسموه ضيف يطلعون بالمقاومة السلمية المراجع سموه ضيف؟ أي سموه ضيف نعم من أهم هذه المراجع؟ لا لا يحتاج نشخصها نحن لدينا مراجع من نقول المراجع من نقول النجاف من نقول كلها واضح الضمير يندل أهل واضح إذن كما واضح دكتور الحديث بصفة عامة يعني هذا ما قاله موفق وحديث الميليشيات الطائفية التي تسمي نفسها بالفصال الإسلامية المقاومة والتي عبر عنها حسن نصر الله وسلاتي إلى حديثه بالتفصيل يتسم بمعادات الحقائق بل محاولة إلصاق التهم بالمقاومة كما جاء على لسان نصر الله لكن في المقابل هل تنكرون أن الميليشيات الطائفية التي تسمي نفسها فصائل المقاومة الإسلامية اليوم قاومت وما تزال تقاوم الاحتلال الأمريكي؟ هنا أود أن ننبه نحن لا ننكر بمعنى أرجو أن يعني المشاهد يتوقف قليلا لا ننكر لأن الإنكار هو لشيء قد حصل نعم وبما أنه ما يسمى بالمقاومة الإسلامية التابعة للولي الفقه في العراق بقيادة سليماني والدعاء أن نصر الله لم تحصل فنا أدعي للإنكار الواقع غير هذا تماما وإنما نسمي هذا كذب ومحاولة لسرق التاريخ المقام والدليل الآن موفق الربيعي يؤيد مقتدى الصدر في الفيديو الأول ويقول الضمير يندل مكان أو يندل كذا طبعا الضمير يندل المراجع اللي قلدهم من قال نجف كربلاء لم يسمي لكن في لقاءات أخرى بل في سياق العملية السياسية كان يقول مرجعنا في ذلك والمرجع الأكبر الأعظم والمراجع الآخرين فلنقول المراجع الأربعة في المعروفين في النجف وكربلاء إذن المراجع في النجف وكربلاء بناء على كلام مقتدى الصدر تسمي العدو ضيفا فكيف يمكن أن تقود مقاومة ضده وكيف يمكن لأحزاب سياسية تتبع تقلد هذه المراجع أن تقاتل من تسميه ضيفا وهكذا يأتي هنا كلام المالكي في نفس هذا السياق وتتضح الصورة وهنا أنقل يعني حسن نصر الله في رقاه قال نكشف أسرار طيب خل نكشف أسرار إحنا أسرار ما شاء الله إحنا في الواقع في الميدان في ذلك الوقت وما زلنا فالأسرار التي لدينا والتي حان زمان كشفها كثيرة أشتزي منها ببعضها مثلا في عام 2004 عندما اشتدت المعركة في النجف مع التيار الصدري من وقف مع التيار الصدري ألم تقف فصال المقام وتبعث مقاتلين وتبعث مساعدات للنجف أنا ذهبت في وقتها إلى قناة الجزيرة في برنامج لاتجاه المعاكس وكانت الحلقة عن موضوع التيار الصدري كنت أنا أدافع أقولها بكل وضوح وبصراحة الآن لأن السياق هو الصحيح في وقتها وهذا السياق ما زلنا نؤمن بأنه كان صحيحا في وقتها نعم كنا نتكلم ضد الاحتلال وندافع عن العراقيين جميعا وعن مدينة النجف من كان أمامي اللي ما أخذ الموقف الآخر واللي يرى أنه ما حصل في النجف وغيره خطأ وأنه هذه ليست مقاومة ولكن بعبارة هذه أخففها نوعا ما أحد قيادات حزب الدعوة واحد مسؤولين الكبار في الإعلام الحكومي بعد ذلك طيب بعد ذلك بأيام قيس الخزعلي قيس الخزعلي عندما كان في التيار الصدري جاء إلى مقر هيئة علماء المسلمين في عصر أحد الأيام وكنت وقتها خفرا في الهيئة كنت مسؤول الإعلام في وقتها جاء بسيارة واحدة مع سائق ماذا يطلب؟ يطلب مني أن أوصل إلى الهيئة رجاء مقتدى الصدر بأن تقوم المقاومة العراقية بتجديد الخناق على قوات الاحتلال حتى يخف الطوق عن النجف والكوفة وعندي شهود وموثقة الحادثة وهو لا يستطيع أن ينكرها بل يتذكرها تماما فماذا قلنا له؟ قلنا له المقاومة لم تخفف الطوق عن الأمريكان لم تخفف الضغط على الأمريكان والدليل أنها ما زالت في معركة مستمرة بعد الفلوجة الأولى إلى الفلوجة الثانية وحصاد معركة الفلوجة الأولى ودمار قوات الاحتلال ما زال في الشوارع العراقية لم تجرق قوات الاحتلال على رفعه فإذا الطوق قائم فلا داعي لطلب ذلك وهنا أسأل إذا كان قيس الخزعلي يأتي مبعوثا من مقتضى الصدر ليطلب من هيئة علامة الإسلامين أن تدعو المقاومة العراقية لفك الطوق عن النجف طيب لماذا لم يذهب إلى سليماني لماذا لم يذهب إلى المهندس لماذا لم يذهب إلى قريبه حسن نصر الله ويرجوه بأن المقاومة الإسلامية تكثف الضغط على الأمريكان في وقتها الكل كان ضد الفلوجة وضد النجف وضد سام الراء ثم ضد الفلوجة في المعركة الثانية في تلك السنة المصيرية من عمر الاحتلال هذه معلومة السر الثاني في عام 2005 أربع عفوا لما ذهبنا إلى بيروت لحضور المؤتمر الذي تحدث عنه قبل قليل مركز دراسات الوحدة العربية كل من رأيناه هناك قال الجو السياسي والإعلامي في لبنان تغير لماذا؟ قالوا كان حزب الله هو المسيطر على الصورة باعتباره مقاومة ممانعة لكن المقاومة العراقية أجبرته على التراجع إلى الخلف الآن أنتم يا مقاومة عراقية حديث الساعة وهذا ظهر من احتفال الموجودين بنا واهتماماً حتى الضر حسن نصر الله إلى أن يوجه لنا دعوة للباحثين العراقيين في المؤتمر عن طريق مسؤول المكتب السياسي أو القسم السياسي نواف الموسوي في وقتها بأن نزوره في وقتها كنا جايين يعني باحثين منفردين نعم المهم شكلنا وفداً باسم المقاومة العراقية واستشرنا بعض الإخوة الموجودين من العراقيين وغيرهم هل من المصلحة أن نلبي الدعوة أم لا لأن هناك مفاسد على لقاح حسن نصر الله بالنسبة لنا فقالوا لا المصلحة أرجح لأنه الآن هو بحاجة للمقاومة العراقية الآن أنتم ستذهبون وكفتكم أعلى وأرجح بناء على ذلك اجتهدنا وذهبنا وإذا الأمر الذي قاله الإخوة صحيح نواف الموسوي في الطريق يقول لا أدري وأنقل هنا عباراته بالضبط لا أدري كيف الشيعة الذين قاوموا الاحتلال الصيوني في جنوب لبنان يقفون مع الاحتلال الأمريكي لما دخلنا على حسن نصر الله استقبلنا استقبال كبير وهو في موضع المتقوقع في كرسيه هكذا ومتصاغر ومتخاذ الأمام وفد المقاومة العراقية وكرر العبارة نفسها كيف يمكن لا أعقل يقول كيف يمكن للشيعة الذين قاوموا الاحتلال في لبنان ألا يقاوموه في العراق ثم أخذ يسأل عن المقاومة والتفاصيلة وعمليات وما إلى ذلك وتكلمنا معه بصراحة وقلنا له الاحتلال شر ولكن هناك شر آخر وهي الأحزاب التي جاءت معه وذكرناها بالأسماء وبالأشخاص وبالوقاع وثبتناها وقمنا الحج عليها وطلبنا منه ونحن نعلم أنه لن ينفذ بأن يخفف الضغط عن المقاومة ولا يندفعوا مع الاحتلال ثم في عام 2006 لما حدثت الأحداث الطائفية للأسف في العراق بعد أحداث سامراء وجد الفرصة حسن نصر الله فبدأ يسمي المقاومة العراقية إرهاب وبدأ يقول يجب أن لا نحصل العراقيين بين خيارين المقاومة أو العمالة طيب لماذا تحصل اللبنانيين بين هذين الخيارين لماذا كل من ليس مع المقاومة أو مع المقاومة ولكن لأسباب سياسية يختلف معك تتهمه بالخيانة والعمالة موالات الإجربي وموالات غيره لماذا هذه الازدواجية الثنائية في لبنان وغير موجودة لأنه يوجد خيار ثالث لمن يسميهم الآن المقاومة الإسلامية اللي شعاراتهم مقاومة ممانعة وهم في العملية السياسية مع الاحتلال واضح دكتور أنا أشكرك على هذه الأسرار التي أتحفتنا بها في هذا اللقاء الخاص وأتمنى مزيدا منها بطبيعة الحال أن تتارف أن العالميين يتعطشون لمزيد من الأسرار على كل دكتور نتوقف عند حسن نصر الله وفي الحقيقة ما تفضلت به تماما معاكس ومختلف ويناقض ما قاله هو فلنتابع ماذا قال في المقاومة أيام الاحتلال الأمريكي قبل 2011 ودوره الأهم بعد قضية داعش لذلك أنت تتحدث أيضا عن قائد كان شريكا أساسيا وكبيرا في صنع الانتصار التاريخي يعني في صنع انتصارين يعني مثلا بال2011 الأمريكيون خرجوا من العراق رغم أنوفهم أذلاء صاغرين تحت النار المقاومة العراقية أخرجتهم من العراق الأمريكيون جاءوا إلى الحشقاسم سليماني يتوسلون قبل انسحابهم أنه بس حكو مع الفصائل المقاومة العراقية بس يا أخي نحن شهرين ما ننفل خلاص فلين يعني بس ما طلعونا تحت النار خروج الأمريكي من العراق كان انتصارا تاريخيا لشعب العراق وللمقاومة العراقية الأمريكان دكتور جاءوا لقاسم سليماني يتوسلون أو يرجون أن يسمح لهم بانسحاب مشرف إنجاز التعبير قبل أن نخذ في التفاصيل هناك تفاصيل كثيرة قال في لقائه لكن يلفت الانتباه لماذا يتكلم حسن نصر الله هو الأمين العام لحزب الله اللبناني في شأن العراق وفي مقاومة العراق وفي تاريخ العراق لم يبقى إلا أن يقول أنه كان على رأس المقاومة العراقية هو طبعا يريد أن يوصل هذه الرسالة لأنه إذا كان سليماني هو الذي يقود المقاومة أو ينظم ويرتب المقاومة فمن هو قائد المقاومة في المنطقة العربية ليس وحسن نصر الله يبدو حسن نصر الله ما زال يعيش في أوهام عام 2006 ونسي ما فعل ببيروت بعد ذلك بسنة وكيف أن نقتحم بيروت كالزعران لا نقول إرهابيين لأنه وصفة الإرهاب قديمة عليه منتهيين مننا في عام 2005 قناة المنار جاءتنا إلى مقر الهيئة في أم القرى وعملوا لقاء معي عن المقاومة حاول المذيع يقول أنه جرت عملية وقتل فيها أطفال فهذا إرهاب قلت له الاحتلال كان يتعمد أن يجذب الأطفال حول آلياته ويوزع لهم الحلوى حتى يكونوا وقاءا ودرعا لهم فإذا حصل خطأ هنا أو هناك فالمتسبب هو الاحتلال قال لا هذا إرهاب قلت له لا الإرهاب ما الطائرة تي دابليو وعماد غنية وكذا مباشرة بمجرد ما أطلقت هذه الكلمة تم تلاف اللقاء ويعني إنهاءه بطريقة أخرى ثم لم استضف في قناة المنار بعدها وبدأت قناة المنار بنغمة الإرهاب ليتحدث عنه حسن نصر الله وهنا أقول حسن نصر الله يعطي لنفسه الحق في أن يتكلم في كل مصير كل البلاد العربية نعم ويوزع الاتهامات هنا وهناك والأدوار هنا وهناك ولا يسمح للبناني أن يتحدث في شأن لبنان وفي شأن المقاومة في حماية لبنان فهذه طبعا ازدواجية معروفة لأنه يعتبر نفسه صاحب حق أو يعد نفسه صاحب حق والآخرين مجرد يعني هوامش تابعين لجهات أخرى هذا أولا ثانيا الفيديو أو عبارته في هذا اللقاء قد تكون من أصدق الكلمات التي قالها وهي قليلة لأن اللقاء للأسف أقول مليء بالأكاذيب هو يقول بأن الاحتلال خرج ذليلا وتحت الرصاص وأن العراقين حققوا انتصار تأريخي وما إلى ذلك هذا كله صحيح وهذه شهادة من حسن النصر الله من غير أن يدري للمقاومة العراقية التي أجبرت الاحتلال على الخروج في عام 2011 وأجبرته على نية الخروج في عام 2005 و2006 ولكنه يأخذ هذه الحقيقة ويأخذ حقيقة ثانية وهي أن الأمريكان اتصلوا بسليماني وطلبوا منه أن لا تستهدف الفصائل فصائل المقاومة ولاحظ يقول المقاومة العراقية لا يجرؤ على وصفها ولم يسمي ولا فصيلا واحدا لأنه التاريخ سيكذبه فأبقى الموضوع في إطار التعميم يقول اتصلوا بسليماني وطلبوا منه أن لا تستهدف فصائل المقاومة وهذا أيضا صحيح لماذا؟ لأنهم خرجوا في سياق اتفاقية أمنية وخرجوا بنان على تفاهم إيراني أمريكي وفق موضوع التخادم المعروف وخرجوا بنان على موافقة إيران على الاتفاقية الأمنية التي كانت تعارضها وهنا مناسبة جلسنا مع بعض الإخوة المقاومين في أحد البلاد العربية قبل توقيع الاتفاقية قالوا إيران لن تسمح بتوقيع الاتفاقية لأنها تضر المنطقة والعراق قلنا لهم ستسمح قالوا كيف؟ قلنا لهم عندما تحقق المصالح التي تريد وتحقق الأمن القوم الإيراني وتبعد المفاسد وتدعم العملية السياسة توافق وهذا ما حصل فإذن أخذ حقيقة انتصار المقاومة مع حقيقة طلب الأمريكان وفق اتفاقات خاصة مع الإيرانيين بتأمين خروج القوات الأمريكية إلى معسكراتها في الكويت مثلا لماذا؟ لأنهم حكومة ودولة كما يقولون وهذا يضع سليماني أو فن سليماني نعم والمهندس في صلب العملية السياسية في العراق فيخافون على قوافلهم المنسحبة من عمليات تعرض أو عمليات نهب أو عمليات لتحقيق مكاسب سياسية لإيران يعني عمليات محسوبة لتحقيق أهداف ومصالح فهم يعرفون بأن سليماني يريد أن يحقق بعض المكاسب فطلبوا منه عدم التعرض وهذا ما حصل سمح لهم سليماني وسمح لهم المهندس وسمحت لهم إيران بالخروج الآمن إلى الكويت متى بدأت تعرض لقوافل الأمريكان؟ لما صار الاستقطاب بين إيران وأمريكا قبل سنتين بدينا نشوف عمليات على عمليات سطو وسرقة وضرب لبعض الناقلات من أجل الضغط على أمريكا لتحقيق مكاسب سياسية لصالح إيران وليست عملية مقاومة منظمة أمامها عدو تقاتله من الناحي المبدئة فجمع بين حقيقتين وأخرج منهما كذبة صلعاء وهنا أكشف سر آخر قوات الاحتلال الأمريكية أجبرت في عام 2005 على التفكير بالخروج من العراق خروجها الحقيقية وكلنا يعلم وأصبحت هذه من ثوابت المقاومة العراقية مقولة الرئيس الأمريكي بوش الإبن عندما قال بدأنا نروج مزاعم النصر حتى لا تستولي الهزيمة على جنودنا في ذلك الوقت ضربات المقاومة بلغت حدا لا يطاق وبدأ الأمريكان بالتفكير بالخروج ثم بدأوا بالتفكير بالضرب على أطراف المقاومة فأنشأوا ما يسمى بالصحوات وما إلى ذلك وبدأوا بمشاريع المصالحة يتصالحون مع المقاومة يتفاوضون في وقت جلال طلبان يتبنى مواقف وغيره للمتفاوض طيب كانوا يتفاوضون مع الفصائل لو مع إيران في ذلك التوقيت بالتحديد بدأت أمريكا تفكر بتغيير الاستراتيجيات وأجبر المستشارون الأمريكيون الرئيس جورج بوش على اتقال استراتيجية جديدة وهي إنشاء مكاتب الإسناد وهذا ما حصل واستطاعوا تثبيت أنفسهم بمعاونة هذه الصحوات وكانت حادثة سامراه الحادثة المفتعلة المدبرة لإحداث الشرخ الكبير في المجتمع العراقي والتهدي من المقاومة في ذلك التوقيت القوات الأمريكية في العراق أرسلت رسائل إلى دول الجوار جميعا وبالتحديد إلى الكويت لأنه أكبر معسكر أو قاعدة القوات الأمريكية تطلب من قيادة الجيش الكويتي تهيت المعسكرات والقواعد لانسحاب أمريكي سريع غير مرتب وهذه البرقية اطلع عليها عدد من ضباط الجيش الكويتي وأحدهم أوصل لنا هذه المعلومة وأقول لنا الآن بأن هناك كثير من المخلصين والصادقين من ضباط الجيش الكويتي لابد أنهم اطلعوا عليها وأدعوهم إلى الكشف عن هذه الواقعة أمريكا تطلب من دول الخليج الاستعداد لانسحاب أمريكي غير مرتب تحت وقع ضربات المقاومة طيب هذا متى؟ من 2005 بينما حسن نصر الله يتكلم عن تحقيق نصر في عام 2011 نعم يتكلم عن تحقيق نصر على داعش فإذن هو متأخر جدا ولا يعي هذه الأمور ويحاول سرقة تاريخ المقاومة من خلال أنصاف الحقائق التي يركب منها كذب كبيرا مما ورد دكتور وهو يعني يستحق التوقف هو وصف نصر الله لعمليات المقاومة العراقية باستهداف المدنيين من خلال العمليات الانتحارية أما عمليات المقاومة للميليشيات الطائفية التي أشار إليها فقد كانت عمليات دقيقة للضغط على الاحتلال الأمريكي يعني في الحقيقة هذا اتهام كبير نعم هو اتهام كبير لكنه اعتراف في نفس الوقت أو في الوقت نفسه لأنه يقول عمليات المقاومة دقيقة ومحسوبة وهذه فعلا عمليات الفصائل الإيرانية في العراق ليش دقيقة ومحسوبة؟ لأنها قليلة ونادرة ولتحقيق أهداف سياسية وليست عمليات مقاومة وفق مشروع مقاومة منفتح والدليل على ذلك أنه قال دقيقة ومحسوبة يعني قليلة وإحنا ذكرنا إلى عام 2008 164 ألف عمليات فإذا كانت عمليات في إطار الصراع الأمريكي الإيراني في العراق إذا كان يقصد هذا هذا أولا ثانيا وصف عمليات المقاومة بالإرهاب وكلنا يعلم أن الفصائل التي كانت تقوم بهذه الأعمال معروفة وقولنا بكل صراحة بكل وضوح وقلناها في زمنها ونقولها الآن أنا من اختلط عمله بالمقاومة واستهدف العراقيين من المدنيين أو غير المدنيين في مرحلة ما لأهداف لا تدخل في إطار صراع المقاومة العام لا يعد عمله مقاومة وهذا ما وقعت فيه القاعدة قبل 2011 وما وقع فيه تنظيم داعش بعد 2011 طيب إذن العمليات التي كانت تقوم بها القاعدة وداعش إرهاب كما يسميها نصر الله وكما يسميها كثير من الناس عمليات الفصائل الأخرى إذن هناك إرهاب وهناك عمليات أخرى هو طبعا هرب من هذا لم يسميه وأمن ما أبقى الموضوع هكذا فهل يقصد بأن القاعدة وداعش كانت تمثل المقاومة؟ طيب ذكرت القاعدة وداعش تمثل المقاومة فقط لماذا كان يلتقي بقيادات المقاومة؟ لماذا كان يخطب ود المقاومة العراقية؟ لماذا أنشأ المالكي في زمانه وزارة المصالحة الوطنية ما سمناها في ذلك الوقت؟ ولها وزير والوزير يوميا يخرج بأنه التقينا مع الفصائل المسلحة لا يقلوا نرهاب ولا متبردين الفلانية والفلانية والفلانية ولما استعصت عليهم بعض الفصائل بدأوا يطرحون بعض الأكاذيب عنها ويوميا طالع بيان الفصيل فلاني صالحنا ويتحدث يقول ولا مصالحة مع الإرهاب مع القاعدة طيب أنهم يفرقون ثم أسأل سؤال القاعدة كيف وصلت للعراق؟ من أين جاءت إلى العراق؟ ما هي مصادر تمويلة أو خطوطة خلفية؟ لماذا يقول بعض المسؤولين الإيرانيين وأذكر هنا أحدهم وهو معروف التسخيري في أحد لقاءات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقول لبعض علماء العراق ممن عاتبوه بشدة على موقف إيران والأحزاب في إيران الداعم للعملية السياسية والمستهدفة للمقاومة العراقية يقول لا نحن ندعم المقاومة حتى ندعم فصائل تكفرنا هكذا بهذه العبارة ماذا يقصد ندعم فصائل تكفرنا؟ طبعا يقصد القاعدة في ذلك الوقت كيف يدعم فصائل تكفرهم؟ الإيراني في ذلك الوقت يريد من العراق أن تكون ساحة محرقة نعم يضعف فيها العدو الأمريكي لصالح إيران بشرط أن لا يتحقق نصر للعراقيين وأن لا تنتصر المقاومة العراقية وأن تبقى المقاومة مشغلة بنفسها وتحدث لها المشاكل حينا بعد حين فلذلك إيران متهمة بدعم تنظيمات متشددة لشق صف المقاومة العراقية وإلهائها عن التوحد أو تحقيق أهدافها ومن ثم بعد أن تحقق لهم بعض هذا الشيء قاتلوا هذا العدو الذي يكفرهم وعدوه نصرا لهم إذن أنتم تقولون الإرهاب داعش قاتلتم داعش وانتهى هذا الموضوع تقولون الإرهاب القاعدة لم تقاتلوا القاعدة في وقتها طيب عمليات المقاومة العراقية التي تعترفون أنتم بها وحاولتم المصالحة معها والتفاوض معها بل رسائلكم تترى على المقاومة وعلى هيئة علماء المسلمين على مدى سنوات من أجل التفاوض على شيء ما وأختم في عام 2006 حاول المجلس الأعلى في وقتها أن يعقد حلفا ما مع الحزب الإسلامي في العراق وسمي هذا الحلف في وقتها بالحلف المعتدل أو الاعتدال وما إلى ذلك كان من أهم أهداف هذا الحلف هو الاتصال بفصال المقاومة وإقناع بمقاتلة القاعدة وتهدئة الأمور مع الاحتلال الأمريكي وقد بعث الحزب الإسلامي في وقتها وفدا منه من المكتب السياسي إلى الهيئة وقابل الوالد رحمه الله من عام الهيئة في عام 2006 في الأردن في عمال لعرض هذا الأمر فلاحظ يا أخي أن الأحزاب الشيعية الطائفية ويقولون الشيعية بين قوسيا الطائفية تريد أن تعقد حلفا مع قوة سياسية سنية لإقناعها بإقناع المقاومة العراقية بعدم مقاتلة الأمريكان ومقاتلة القاعدة فهل يعلم حسن نصر الله بهذا أم لا يعلم أسئلة كثيرة برسم الإجابة دكتور أنا بقيت لدي بعض الأسئلة المهمة وأرجو أن تكون الإجابات مختصرة حتى يتسنى لنا طرح هذه الأسئلة السؤال التالي حضرتك تعرضت له بالإجابة العامة ولكن عندما يقول نصر الله أن الجيش الأمريكي هدد سليماني وقوة القدس بقصف مراكزهم في الطهران إذا استمر دعمهم للمقاومة ثم يقول أن الجيش الأمريكي أرسل رسالة إلى قاسم لمساعدته على الانسحاب من العراق من دون تعرضه للنار تحدثنا في هذا لكن ألا يبدو متناقضا أيهما نصدق؟ طبعا هو متناقض من حيث الظاهر ولكن حسن نصر الله لعب لعبة خطيرة هنا وأنه أغفل التواريخ لم يذكر التواريخ نعم التهديد بالقصف وغيره هذا في الأزمات الأخيرة بينهم وبين إيران يعني الأمريكان هددوا سليماني وغيره بوقف عمليات ما يسمى بالمقاومة الإسلامية اللي هي استهداف السفارة الأمريكية بصواريخ الكاتيوشة وغيرها استهداف بعض العجلات الأمريكية استهداف بعض المتعاونين مع الأمريكان في إطار الصراع الأمريكي الإيراني بينما تأمين انسحاب قوات الاحتلال تنفي عام 2011 فلا تناقض بين هذين الأمرين إذا وضعناهما في سياقهما التأريخي هو لا يذكر التأريخ لكي يوهم أن الطلب قديم وهنا أسأل لم تضرب القواعد الإيرانية لم تضرب المراكز الإيرانية في داخل إيران بمعنى ماذا؟ بمعنى أن سليماني نفذ لهم الطلب لأنه ما دام لم يحصل القصف والضرب ولم تحتج إيران إذن تم الاتفاق على ذلك وهذا يجرنا إلى التعاون بين سليماني وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أنه تعهد لهم هو وغيره كالمهندس بعدم استهداف قوات الاحتلال وقد كشف أحد الأخوة قبل أيام عن وثيقة بهذا الصدد في مذكرات زل ما يخليل زاد دكتور يعني في موضوع المهندس أبو مهد المهندس حسن نصر الله قال أنه كان منفذ لخطط منظم المقاومة ويقصد سليماني بزعمه ثم يرشح هذا الرجل ليكون رئيساً لحكومة ينصبها الاحتلال الأمريكي يعني بأي منطق سياسي يعمل هؤلاء الناس هذا المنطق يتوافق مع حسن نصر الله في قوله لابد من خيار ثالث يتوافق مع خيار حسن نصر الله عندما يقول ينبغي أن نعذر إخواننا لأنهم عاشوا في ظروف يقصد الأحزاب الطائفية في العراق عاشوا ظروف صعبة وكانوا خارج العراق وظلم صدام حسين وما يقول فينبغي أن نعذرهم نعذرهم على ماذا؟ نعذرهم على التعاون مع الاحتلال على مقاتلة المقاومة مع الاحتلال فهو غير مضطرب أو غير متناقض في تفكير حسن نصر الله هذا أولا ثانيا المقاومة التي يسميها إسلامية والتي ينظمها سليماني ويقودها المهندس وتدعمها إيران هي ميليشيات تابعة لأحزاب في العملية السياسية فبالنسبة لهم لا يوجد أي تناقض والدليل ما قالوا الربيعي والصدر وغيره أن المراجع قالوا هؤلاء ضيوف أمر آخر أن المهندس دخل مجلس النواف في أول دورة له في أول دورة ورشح كرئيس وزراء وفضل العمل الميداني كما يقول حسن نصر الله هذا متى؟ هذا كله قبل 2014 قبل معارك داعش عندما كانوا مشغلين بالجانب السياسي ولكن عندما أصبح الحشد وأصبح المهندس والمتنفذ في الحشد حين ذاك نزع البزة المدنية ولبس البزة العسكرية وجاء سليماني وبدأ يقاتلون تحت حماية الطائرات الأمريكية هنا ممكن أن يقول بأنه أصبح مقاونا نقطة المهندس هو إرهابي قبل أن يحتل العراق من استهدف موكب أمير الكويت لأسباق الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله ليس المهندس؟ هل هذه مقاومة بلد آمن الكويت ويستهدف فيه الأمير ثم بسبب علاقات مع إيران أو غيره يعني يغضي النظر عنه؟ مجرد تساؤل تساؤلات كثيرة دكتور لدينا سؤالان وأتمنى أن تكون الإجابة في ثلاث دقائق سؤال قبل الأخير أن نصر الله يقول لو لا المقاومة العراقية لكانت السفارة الأمريكية هي التي تدير العراق هل لأنها المقاومة العراقية التي يدعيها أصبحت السفارة الإيرانية هي التي تدير العراق؟ أولا الكلام غير دقيق لأنه لدير العراق الآن سفارتين سفارة رقم واحد الأمريكية وسفارة رقم الثاني الإيرانية نعم السفارة الأمريكية لها الإدارة العامة أقصد كل ما يتعلق بأجواء وراضي وبحار العراق أو حدود المائية كل ما له صلة بالأمن والعقضية العسكرية والجيش وما إلى ذلك بيد أمريكا سلطة الطيران المدني العراقي لا تصدع أن تطير إلا بأمر أمريكا هذا من ناحية ثم أكبر قوة عسكرية موجودة في المنطقة وفي العراق هي القوات المحتلة الأمريكية فهي المهيمنة على القرار العام في العراق وما زال العراق بلد محتلة أما النفوذ الإيراني فهو بسبب التعاون مع الاحتلال الأمريكي فهو نفوذ سياسي وهو نفوذ سياسي استطاع الإيرانيون الوصول إليه لما؟ لأنه الأمريكان بعد احتلال العراق قدموا بدون أن يشعرون أو يشعرون العراق على طبق من ذهب وليس من فضة لإيران فضلا عن ذلك الانسحاب العربي والإقليمي من العراق بالطريقة المناسبة فسح المجال لإيران أن تهيمن على الواقع وتهدد المصالح الأمريكية فصراع بين المصالح من صاحب الفضل الأول في ذلك هو ينسبه إلى ما يسميها بالمقاومة الإسلامية وجعل السفارة الأمريكية غير حاكمة لا ما زالت السفارة الأمريكية والدليل أن هذه المقاومة الإسلامية حشدها المهندس وغيره وهجموا على السفارة الأمريكية في بغداد ولم يستطيعوا دخولها ولم يجرؤوا طيب إذا هذا العدو أمامهم ما استطاعوا مداهمة سفارته واحتلاله بسبب الخطوط الحمر في العلاقة بين إيران وأمريكا كما نعرف فهي محاولة للخلط السفارة الأمريكية والسفارة الإيرانية والمعسكرات الأمريكية والمنطقة الخضراء كانت تطالها صواريخ المقاومة التي يتفاخر حسن نصر الآن بأن يقول بأن إيران استطاعت أن تضرب أمريكا بالعراق أرجو للمعذرة دكتور اسمح لي بسؤال أخير يتعلق بمناسبة مهمة العراقي يعيش الذكرى المئوية للجيش العراقي كيف يمكن الحديث عن الجيش؟ هل صفحات الجيش العراقي خلال سبع عشرة سنة ماضية يمكن أن تحسب على تاريخه؟ أبدا حاشة لله أن تحسب وأنا أقول لك بكل صراحة ووضوح على الرغم أن هذا الكلام قد يفاجئ كثيرين لا يوذى الجيش في العراق الآن ما يوجد الآن هي المرحلة الثانية من الخطة الإيرانية ويصنع الجيش الولاء العقدي التابع للولي الفقيه من خلال ميليشيا العجد الشعبي التي ما جاءت بناء على مقاتلة داعش وفتوى السستاني بالجهاد الكفائي وإنما خطة مرتبة وأضرب لك مثل أن أحد أعضاء الحزب الإسلامي أحد أعضاء المكتب السياسي حزب الإسلامي زارني بعد وفاة الواد رحمه الله في عام 2015 في عمان للسلام بيننا علاقة قديمة قبل الاحتلال من ضمن كلامه قال زارني العامري وأظن قال معه المهندس في السليمانية لأنه خارج المحافظته ما يستطيع العودة له وهو سياسي وفي العملية السياسية يطلبون منه ترشيح عدد معين من أبناء الحزب الإسلامي بحدود 2003 ألاف ليكونوا نوات ضمن فصائل ما يسمى بالجيش الولائي العقائدي ومن ضمن المغريات أن إيران تكفلت لنا بالتمويل وبالسلاح الذي يصل إلى مطاراتنا من إيران مباشرة فإذا هم يخططون لإنشاء جيش عقائدي أما الجيش اللي يسمى الآن الجيش الحكومي هذا الجيش نهار كما نعرف في الموصل وهو واجه فقط لجيش الثاني وعذرا على الإطالة شكرا لك عذرا دكتور على ضغط الوقت دكتور مثنى حارة الضاري مسؤول القسم السياسي فهيئة علماء المسلمين في العراق شكرا على إتاحة هذه الفرصة والوقت لنا شكرا لكم على المتابعة عزان المشاهدين في هذا اللقاء الخاص تذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا لكم